طيب هرجع تاني للمشوار الاهلي قلت انه بعد بعد ماتش بكرا ان شاء الله كل التركيز هيروح لكاس عالم الاندية ما لعبتش كاس عالم الاندية انت كابتا نحمد انا لعبت الموسم اللي انا جيت فيه كانت القايمة تحطت في كاس العالم الاندية كان في اليابان يعني ايه كاس عالم الاندية بالنسبة لعيب الكهرة بص انا بصراحة يعني انا كاس العالم الاندية يمكن بتبقى حاجة حلوة لك انت كلاعب في السيفي بتاعك او في تاريخك الكروي يعني اي حد يتمنى يلعب كاس عالم الاندية خاصة انت بتلعب افضل الاندية في كل كرة فطبعا شيء مشرف يعني دي حاجة بتبقى كويسة جدا لأي لعب يتمنى شايف مشوار الاهلي فيها ازاي وايه رأيك في القرعة اللي وقعتنا في الدحيل القطري ساحب الاردود على فكرة الدحيل القطري فريق كويس جدا وفريق قوي جدا انا اتفرجت عليه ومتابعت دحيل القطري يمكن هو كان بطل الدوري الموسم اللي فات السنة دي هو عنده شوية مشاكل شوية طب ما تقولينا ايه هي المشاكل دي من وجهة نظرك قولينا ابتدي كده معك بنقاط القوة والضعف في فرقة الدحيل من وجهة نظرك بما انك شكلك مزاكرها كويس لا مش موضوع مزاكرها انا كنت اتفرجت لهم على مطش السد القطري اه من اتغلبوا في اربعة اتغلبوا في او كده فحسيت ان هم مش من نفس قوة الموسم اللي فات تمام لكن هم كفريق لا فريق كويس جدا ومطش مش سهل خلي بالك يعني مش سهل ان انت تكسب الدحيل القطري خاصة هم كمان عندهم لعبة كتيرة من بره يعني جايبين محترفين كتير طبعا انا بتمنى ان دي الاهل يكسب ويصعد وياخد البطولة لكن البطولة مش سهلة يعني غير كل موسم غير كل بطولة بتتعمل السنة دي صعبة